اهلا بكم حبيبي في قناتي على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حنان الوجائي تعالوا بيلا حبيبي لنعمل مع بعض النهاردة اكوى وصفة لعمل الصابون السائل وصفة رهيبة جدا والصابون دهات هيكون فعال جدا جدا في ازالة اصعب الضهو من الموعين وكمان لازالة اصعب البقع من الملابس الوصفة رهيبة فعلا حبيبي وزي ما انتم شايفين تعالوا بينا مع بعض كده اجرب لكم الرغوة بتاعته رغوته جميلة جدا جدا وحاور لكم برضا اقرب لكم الكاميرا برضا عشان تشوفوا شكله اه انا هنا كنت اقفل الفلاش يلا بينا بقى ايه نشوف مع بعض الخطوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبيبي معكم حنان الوراقي تعالوا يا حبيبي نبدأ الفيديو الاول بالصلاة على رسول الله على افضل الصلاة والسرق ما ويلا نبدأ على بركة الله ونشوف حبيبي يعني نعمل ايه اه انا معايا قطعة السابون اللي انا ورتها لكم دلوقتي اه كان اربع قطعة انا قطعتهم كده بالسكينة ودلوقتي معايا كوباية من النشا ومعايا كبيرة من الصودة الكوية ومعايا كبيرة من الزهرة البيضة او اه كربولاتو السوديو بقى ولقط بقى ايه ومعايا في العلبة اتنين رتل من المية وهنا معايا مية تانية عاية هناخد منها شوية يعني عشان ادوب فيهم المعلات السودة الكوية وهنا هنحط بقى ايه اه نص يعني نص رتل كده من المية اه حبدالان انا هنزل عليه بقى بالصابون قطعة الصابون يعني لو انت عندك بواقي صابون ممكن تستخدميها في الوصفة عندك صابون بلدي انت عامله فعناستخدم اربع قطع كده ايه من الصبو لو السابون حجمه يعني زي اللي انا ايه زي اللي باعيه. طيب وزن الصبون ده ا Перتقده ايه لو انتوا عايزين بالميزان ربع كيلو ربع كيلو من ال من بواقي الصبون. اي بواقي الصبون عندك سيستخدم ربع كيلو. اه النهب بقى ايه حبايبية حطيت ال حلة كده على البوتجات زه اه لحد الصبون كده بيبدأ اللي هو يدوب معايا. زي باتوا شايفين هي خطوات سهلة جدا وبسيطة. فدلوقتي بقى ايه هنقلب بقى كده هوت لحد الصبوء. ما يبدأ يدوب تماما وبعد كده هنجهز بقى ايه اللي بقيت الخطوات التالية. انا سبت الصبون مع بالما يدوء بقى. وقلت بقى لنا ايه نشوف عنا بلقي. انا حطيت كوباية كده من النشا. يعني الكوباية دي بتاخد ست معالق كبار كده من النشا. دلوقتي بنقلب يوبا ست معالق كبار بلدشة بتدوبهم في اتنين رتل من المياه. زي ما انت شايف. وبعد كده حبدا اللي انا ادوب بقى معلقة كبيرة من الصودة الكوية مع حبة مياه صغيرين نص كباية مياه كده. وانزل بيها. اه زي ما انتو شايفين. معلقة كبيرة كده من الصودة الكوية. انا بقلبها كده. انا محلول الصودة الكوية اللي انا بقى ايه بجاهزه وبعمله. اه زي ما انتو شايفين ما يفعش اللي انت تتقلبي بمعلقة اه اللي هي بتاعة الاكل يعني ما يفعش اي حاجة تستخدمها في المنظفات ما تدخلاش في في الاستخدام اه في الاستخدام يعني ايه المطبخ يعني ايه في الاكلات وكده. اه دوقتي حطيت المحلول كده. محلول الصودة الكوية. وحبدال انا اقلب كده. لحد ما يتحول باعي كده ايه? لجل. اه دوقتي مع بال بقى ايه? مع بال ما اقلب فيه كده هوت ويتحول للجل. ففي نفس الوقت لحالة الصابون على البتجازه. عشان الصابون ايه يدوق. اه زي ما انتو شايفين ايه حبيبي. اه بنقلب كده باستمرار كده. لحد ايه? لحد ما يتحول باعي للجل. وبياخد وقت لان كلمة المية كتير. اثنين رتل من المية. فانا لو عايزها يتحول للجل في سواني فممكن تقلبي الست معلق مع رتل ومية الاول. فبعد كده بتدي في الرتل التانية. بس اه يعني انا بقول لكم يعني انما انا قلبت فيه شوية كده. وبيتحول للجل كده زي ما انتو ايه? زي ما انتو عتشوفوا ايه دلوقتي. انا حسيبه بقى كده ونشوف بقى ايه? اه عتدوب بقى دلوقتي. دلوقتي يا حبيبي هنحط بقى على المية معلقة ملح طعامة كبيرة ومعلقتين من البيكربونات الصوديو. هنقلب المكونات دي هات ايه كويس? وحنسيبها دلوقتي على جب لما ايه نشوف بقى الخليطة للصابو. نعم اللي هو عالمتجاز. نشوف بقى الصابون كده اخباره ايه? والصابون دهب ولا ايه? فهنتابع مع بعض كده. لما حد بقى الصابون يدوب معايا تماما وبندي تقليبة برضو كده لخليطة النشا مع محلول السودا الكوية اللي احنا حطناه. ونتابع برضو كده نشوف الصابون اللي على المتاجاز اذا اخباره ايه? فكده انا بقلب كده وبنشوف فلاقيت لسه فيه قطع زغيرة. فانا قلت اللي انا قطع بالسكينة فممكن تقطعيه بالسكينة قطع زغيرة او تبشري بالبشرة. فبس هو دب على طول يعني ياه? فزا ما تشايفين اهوت. يعني انا دلوقتي ايه? بنحط بقى معلقتين كبار من السكة. راه? عشان السكر بيساعد في زيادة الرغبة. وزا ما تشايفين. نقلب بقى كده. وهو كده خلاص. اه يعتبر كده ايه خلاص? يعني قطع الصابون الزغيرة اللي كانت فيه دابة. والسكر كمان اللي انا حطيته دابة. فرفعت الحلة بقى كده طفيت البتاجاز ورفعت الحلة على الرخامة. اه وكده طبعا خليط النشا. بصوا بقى لما لما ديته تقليبة وصبته شوية لما شوف الصابون بصوا بقى شفاف ازاق ياه? وكده بقى خلاص جاهز ايه بقى ياه? حمد ديف بقى ايه? شوية المية اللي احنا قلنا مدوبين فيها معلقة كبيرة من ملح الطعام ومعلقتين كبار من بيكربونات الصوديو ما? بنقلب المكونات كده مع بعضيها. وطبعا بيكربونات الصوديو بيكون رهيب جدا. نا? في اللي بيديلك بيديلك نظافة رهيبة بيساعد في ازالة الدهوء. نا? اول بقى بيكون رهيب بصراحة. ودهوقتي بفضي بقى ايه? الخليط الصابون السائق لا او زي بدتوا شايفين حبيبي ياه. وكده بقى ايه? هنبدأ نقلب بقى ايه? الصابون كويس. انا استخدمت صابون بلدي كنت انا عامله. اه ممكن لو انت عندك بواقي صابون بريحة كده. اه على صابون بلدي. اه اه ممكن ايتي تستخدمي. اه. ولو ما عندك صابون بلدي ومش عاملة مثلا. فممكن تجيبي صابونة بلدي كده من عند بتاع المنظفات الشرية. اه على بواقي صابون بريحة تكون عندك يعني اه او نص صابونة بريحة وتستخدميها في الوصفة النهارتي. اه الاتنين مع بعض ده عايد دولك نتيجة كويسة. وريحة يعني الصابون بريحة عادي لك ريحة حلوة. والصابون البلدي اه بيبقى راهيب برضو في النظافة بصراح. اذا كان بقى للملابس ولا للمواعين. فبيبقى راهيب اه فعلا. والصابون التاني برضو بيبقى فعال جدا برضو في النظافة. وكمان ريحته بيخلي ريحة الصابون ريحته جميلة جدا. اه ده وقت بقى ايه انا بعد ما خلصت الصابون اه سبت بقى ايه سبت العلبة كده على البوتاجاء. زي لحد ما الصابون برد معي. اه لحد ما يبرد معاك تماما يعني. يا. وبعد كده ده كده بيبقى شكله. هتلاحظوا فيه لزوجة جميلة جدا. اه زي زي الصابون الجاهز بتاع الشراكات اللي بيكون في الازاية. زي اللزوجة اللي فيه زي الصابون الجاهز بالزبط. دلوقتي بقى في الخطوة ديت لو انت حابة اللي انت تلوني. يا. فبتلوني اه اه اي لون انت حابة. انا قلت لنا احط الونه باللون الاصفر. اللون الاصفر اللي انا استخدمته ده هوت كنت عملاه معاكم قبل كده. كنت اللي ايه الوان مايكا السائلة اللي انا كنت عملاها محاولة الوان العادية لالوان مايكا سائلة. فالوصفة رهيبة فعلا بستخدمها اه لحد دلوقتي بصراحة في كل المنظفات اللي انا بعملها. اه بتديني نتيجة كويسة. بتديني اللون المطلوب اللي انا عايزه. واللون مش بيتغير بعد كده برغم اللي الوصفة بيبقى فيها سودا كوية. فبيفضل بنفس اللون الاصفر اللي انتو شايفينه. اه لان انا اه حطة في التركيبة بتاحته اه مكونات تخلي اللون يثبت ما يتغيرش. اه فحتلقوا كل الحاجات ديت موجودة في القناة. وحتلقوا برضو بيكربوناتو السونيوم كنت عاملها برضو في القناة. يعني لو بدل ما تشريه هتلاقيه موجود. ملح اللامون برضو. انا ما استخدمتوش في الوصفة النهاردة بس هتلاقوا له اه طريقته موجودة. اه برضو هتلاقوا برضو عاملة برضو قبل كده اه اللي هي الزهرة البيضة طريقتها موجودة. وده شكل الصابون السائل اللي انا عملته. صابون متعدد لاستخدام. اه لغسيل مواعيل للملابس. لسجاد. سيراميك. اه غسيل الاحواض. اه صابون رهيب فعلا. انا جبت شوية مية في علبة. وبدأت كده اللي انا اخدت شوية صغيرين بينه. وزي ما انتو شايفين حبايبي. يعني الرغوة بتاحتوا عشوفوها رغوته جميلة جدا جدا. اه يعني طبعا ده بيرجع لايه? للصابون اللي انا استخدمته الصابون البلدي اللي انا كنت عامله معاكم. لان كنت عامله بمكونات رهيبة جدا. انا اتلاقوا الصابون ده هوت موجود في القناة. اه برغم كده يعني الوصفة ما فيهاش ولا حطيت صابون سائل من برة ولا اي حاجة عشان يزود لي الرغوة. اه هي الرغوة ديت كلها من الصابون البلدي اللي انا كنت عامله. بس كده. طبعا احنا عارفين اللي النشا اللي انا استخدمته. النشا بس عشان اه يخليلي القوام اه قوام الصابون مش خفيفة. اه يعني النشا اللي انا استخدمته عشان القوام يبقى بديل التايلوز. فعشان انا ما عديش فقلت بس اللي انا استخدم النشا. ولما بيبرد خالص فبيديلك نفس القوام الصابون بتاع الشركات بالزبط. اه زي باتوا شايفين طريقة سهلة وبسيطة خالص. بس هتعملي احلى صابون بسائل بصراحة. وايقض معك كتير لان شواز غريب منه. بيدولك رغوة رهيبة فعلا. شكرا لمشاهدة. السلام عليكم.